السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة مع شفد الحمد للطبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة ان شاء الله جوزتوا يامتكم بالخير ولهنا جمعة مباركة ان شاء الله يكون نهار مبارك علينا وعليكم امين يا رب العالمين الفيديو تعليم يتضمن عدة وصفات لطاولة شهر رمضان المبارك طبق الرئيسي رح يكون اكباب الجاج والبطاطا كما نعرفه الطبق الثاني رح يكون طاجي لحلو كمية قليلة ومختلفة على الوصفة لدرناها من قبل راح نديروا بوراك بالبولي بينين وطريقة بزا فهيلة وبوبنينة عندنا سلطة طونة خفيفة ضريفة ومشكلة وعندنا الحميس هذا الحميس يعني اكسبرس فيها غير الحر بدون فلفل وبدون طماطم اكسبرس تقدروا تديروا منه كميات كبار وتحتفظوا به في بلارات عادي في بلادي الوصفات اليوم بزا فمهمين نتمنى منكم تديرونا لجام وتستفادوا منهم ندخلوا ديراكت في الوصفات على بركة الله اول حاجة راح نبدأه بالطاجير لحلو كميات قليلة راح نحتاجه 150 غرام تعفا وكه الجافة شوية 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 زبيب هذه عندنا كأسة السكر 150 غرام زوشكيسان تعلمها 400 ميلي لتر وهنا 50 ميلي لتر تعماء الزهر الوصفة هادي مش راح نفينيوها بالعسل كيمة الوصفة تعطاجي لحلو ملح لتتبعوا معايا ملح راح نحكمو كميات على السكر نحطو غير كمية هكذا قليلة نحطوها فوق الفرن ونخلوها تتكرمل خفيفة ضريف وهنا بعد ما نتكرمل يعني غير كمية قليلة لما تخلوه شي يتكرمل بزاف ما تجيش راحة الكرامل هادي نرمو زوجكيسان تعلمها نخلوه يضرب تغلية مليحة نضيفول هذك الملعقات على الزبدة والاسمن نجمة على الأرض عود على القرفة نحرقوا مليح ونخلوهم يبدأوا الغالاء يعني وهنا نزيد ندفع لهم ملعقات على فان يخفيفة ضريفة نضربو تحريكا نجيبوا ذلك الكميات على السكر تخليطها بالمغرفة ونخلوها حتى تبدأ تغلي ما شاء الله باش نبدأوا نحطوه لي في روية تعنا وبالنسبة لفوقها الجفة لازم نضربوهم تشليل خفيفة ضريفة ونقطروهم نبدأوا بالمشماش والزبيب تعنا هم اللولانيين نحطوهم في السلصة تعنا ونخلوهم يطيبوه هنا بعد ما نشوفوهم تخليهم الطيب ما شاء الله نزيد ونجيبو العينات تعنا ونخلوهم ي دربو تغليه مليحه ونعودونه وله وهنا في الاخير بعد ما نشوفو هذيك الفواكه كامل تخليهم طيب وش راح نديرو نجيبو كمية تعلوز بعد ما نكون حمص ضعف المقلو ونضيفو هذيك خمسين مليلي لتر تع الماء الزهر تغليه خفيفة ضريفة والطاجر الحلوة تعنا راهو وجد نجوزو نحضروا الحميس تعنا كيما راكو يشوفوه نلبسة القفازات باش ما يحرقون نشيديا بالنسبة لحارة تعنا كيما راكو نشوفو نجيبو المقس تعنا نبدأوا ن نقايفوه من الداخل ونقطعوهم اطراف اصغر اخفاف اضراف نحطوهم في الروبوت تعنا ونميكسوهم ونضيفو عليهم مل ملح فلفل الكحل والفلفل العكري وحوالي 4 اخمس فصوص تعتم يعني هذا واشن نديرو لهم نغلقو الميكسور تعنا ونشعلوهم ونخلوهم يتميكسو مليح ونعودنواله وهنا بعد ما نشوفوهم تنميكسو يعني نشوفو القاومتاع الحارة تعنا ما ترحوش تاني وليما كامل نحطوه في المغلة تعنا نضيفو زيت زيتهم نخلوه يطيب وراه وجدوك نجوز ونحضره لفارس تع البورك بالنسبة لبورك تعنا وقلنا راح نديروه بالبولي يعني كمية تع البولي راح تكون حوالي 200-250 كرام راح نقطعو لها حبيبة بصلتكم كبيرا نجيبو المرميطة تعنا نحطوه زوج ملائقة الزيت نحطوها ذاك البصل مع الزوج السنينات تعطوه ونخلوهم يتقلوا ملح وبعد ما نشوفو البصل تعنا يعني الدبال والريحة راها ما شاء الله نجيبو شوية الزيتراء نحطوله الزيتراء نجيبو الكم مية تع البولي او الشي وطلقون ميتين ميتين وخمسين غرام راح يكونوا كافيين هاكذا مش متكون شرقون تيتي كبيرا واللي حبيدعه في المغادير لها الاختيار البولي تعنا بعد ما طاب بياه اول حاجة نديروه لسيزون مملح فلفل كحل يعني هو البنة راح نخلوه سنبولي بيدون توابن حطيت له الملح زيت فلفل كحل انخلوه خفيف ضريب ونخلوه هاداك الطياب يدخلو بياه باش البنة قدمت كرملو هاداك البصل قدمة البنة راح تكون ما شاء الله هنا ندنو كام نجيبو حبيباتها البيض ننفقسوها ونخلوها الطيب غير باقلها ونزيدو نحطو لها شوية زيتون كوبية مع شوية معدنوس اللي راح يعطوه بنا في البورك ما شاء الله البيض تعنا هاداك غين شوفه بداية تخلطيب نبدو نخلطوه فيه بالملعقة وش راح نديرو بعد ما نشوفو هاداك البولي نزيدو ميلانجيوها كامل مع هاداك البيض هاداك البيض راح يعطيه واحد اللي بنا في البولي وقد ما يطول هاداك البولي ما ينشفش يعني توجه راح تلقاوه ملح مع هاداك البيض يجي ما شاء الله وهنا بعد ما وجدت لفرس تعنا نديرو لها الزوج ملعقة جبل البيض نخلطوها ملح لفرس تعنا اراها واشدان دوكم علينا غين نخلوها تبرد بالنسبة لحميس بعد ما طابراه هو جدوي الشاهي ما شاء الله الحمل الحلو تعنا طاجي اللي حلو مشي الحمل الحلو راح هو وجد كمية قليلة ما شاء الله دوكم نجوزو للطبق الرئيسي راح نحتاجو زوج كواحد كويس وننصف صدر الدجاج جتو مع لحسب افراد العائلة يعني نديرو كباب بالجاج وما شاء الله الله كو هاداك البيض نعضي ملعقة زيت ملعقة عسمن هنا عدنا كمية البطاطا نقطعها كبيرة اللي راح نقلوها واش راح نديرو دوكم هاداك السدر وهادك الكويس راح نديروهم فلا كوكود تعنا قلنا ملعقة عسمن ضروري هذا الطابق تقليدي زوج ملعقة زيت نحتاجو حباب صلتكم كبيرة زوج فصوص تعدهم كمية حميسة التواب العدنا واتقرفة وفلفل لكحل وهنا بعد ما حضينا لكوكود تعنا فوق المرميطة يعني هاداك الكويس وهذاك السدر اتقل و قدما يتقلوا قدما راح يعطونا بنا لهاديك الاصوس ما شاء الله هكذا بعدما نشوفهم تحمروا وش راح نجيبوا راح نجيبوا هذك الكمية تعالى بصل مع هذك الزوج فوصوص تعدهم يعني عما ما رابين بياه نحطوهم كاميراهم ونخلوهم يتقلوا غير بعقلهم وش راح نضيفو لهم اول حاجة عندنا لسيزون مو راح نحطوا الكمية تعالى ملح بش يعني الطابق تعالى يجيبينين ما شاء الله بالنسبة للتوابل تعالى الكباب نحتاج وعود تاقرفها هكذا يكون صغير ور وعندنا الفلفل لك حد يعني هذا هو الطابق الرئيسي هذا وش يحتاج الجيز السوس بلونش ما شاء الله عندي كمية حميصة نضيفوها خفيف ضريف ونخليوهم يتقلوا غير بعقلهم ذوك راح نغطي عليها نخليه يتقلوا ونضربه وطلق كيفاش ولا اهنا بعدما تقلق يعني جيدا نشوفوا البصل تعالى كيفاش ولا دوكي نمرقو بالماء كيفاش يطلع هذيك اللاصوسو هذيك بليدا يعني تقل لي يا تعلب صل فيها ندور كبير باش المكلة تعكم اجيكم ابنينا هذي هي وش راح نديرو راح نجيبوكم كمية تعالى ما نبدأ ونمرقو هاكذا حتى نغطيو الجاج راح نغلقو للاكوكوت تعالى نحطوا الصفارة تعالى يعني ش حن نحسبوه في للاكوكوت نحسبوه ثلاثين دقيقة باش الجاش تعالى ما يتفتتش ولا صوص الجي شابه والحميصها طيب اما ما ينغلقو عليها نخلوها طيب بعدما طيب نطفيو عليها نحو الصفارة ونجو نشوفوها على بركة الله راح نعود نولينا للطبق الرئيسي بعدما طابقونا ثلاثين دقيقة يا طيب لكم ما شاء الله نجيبو البلاطا تعالى راح ندخلوه للفرن نجيبو هاداك صدرت على الجاج نزيد ونجيبو هاداك الكويس ونبدأو نفرغو للاسوس والحميصة في الطبق تعالى كي ما راح نشوفو يعني للاسوس راها تشهي هاداك الحميصة طيبة ما شاء الله البولي تعالى ندخلو طيب والريحة راها ما عندي ما نقول لك البطاطا تعالى قليناها كي ما راح نشوفو بعدما قليدها لازم ال النار تكون قليلا باش يدخل لها الطيب من بعدك يشوفوها تدخلها طيب ونزيدوها شوية تتحمر وجي ما شاء الله نبدأ ونستفو فيها كي ما راح نشوفو في البلاطو تعالى يعني عشوائيا هكذا على حساب البلاطو اللي راح نستعملو في عينكم نستفو كامل حبيبات تعالى البطاطا ونجو نديرو لليزون تعالى بالنسبة لليزون تعالى الكباب وش نحتاجه عندنا غرف ملاصوس نقطعولو شوية معذنوس عندي الزوج حبيبات تعالى البطاطا تعالى هاداك زوجة حبيبات تعالى البطاط مع غرفتها لاصوس شوية معذنوس نديرو لهم لسيزون وشوية فلفل كحال شوية تعالى الملح ورها واجدة نجيبو الفرشيطات تعالى يعني ندربوهم جيدا وبنسبة الفور تعالى اراه واجد شعلو على 180 درجة باش هادك لليزون تتجمر في الفور والطبق تعالى يجي ما شاء الله قد لكم نجيبو الفرشيطات تعالى ندربو هادك البيض والصافر مع هادك لاصوس والمعدنوس ويقولوا جاهزين ذو كاما بقى علينا غين فرغوهم فوق البلاطو وكي ما راكوا تشوفو يعني نزربوها كامل صاير داير باش تغيس كامل البلاطو تعالى يا بري بعد ما توجد ندخلوها الفور ونخلوها تتجمر وهنا بعد ما كمنا كل حاجة يعني لفرس تعالى البورك تعالى بردد نجيبو الأوراق تعديول تعالى ونبدو ندورو البورك هادك البورك تدورو كل واحد كي ما يحب صغير كبير لكم الاختيار لغيرا تعالى كالعادة والعوايد ملعقة تعفارين وشوية تعالى البورك تعالى اراه بري شوفوك فاش جاء بعد ما دورت الحبيبات كامل ما ش شاء الله وهنا كما راكوا تشوفو نجوز ونحضروا الاصلاد يعني الاصلاد راح تكون خفيفة عندنا اوراق تعالى صلاد حبيبا طماطيش نبرجوها نديرو شوية تعطون شوية زيتون شوية كورنيشو وهكذا نزيدو نضيفو الزيتون اسود على الطرف ساير داير ما بين الطماطي مدرتها كذي ترونشتكم اوراق تعالى ومارقيق الاصلاد تعالى راح وجدو نزيدو لها هكذا شوية مايز يعني خفيفة وماشاء الله مشي شارجي بزاف تكملوها وهذه هي يا بريدو نجوزو نحضروا الب بوراك تعالى نرمي وفلافريتو زيت قلا نجيبو مقيلة تعالى نعمروا الزيت نخلوها تسخنوا مريح حولك البوراك تعالى راوم قلي يعني شتو كل حاجة نكاوو شبقها لي انقلي البوراك تعالى نقطرون ستفون نجو نشوفو كل حاجة في النتيجة النهائية اذا كما راكو تشوفو خوتي خياتي العزاز وصلنا للنتيجة النهائية اول حاجة تعالى كيفاش جاد شوي باشتو كامل اطباق اللي مرينا بيهم البوراك تعالى كيفاش جام قرم شوي شهي ما عندي ما نقول لك هذك الحميس اكس كبراس يعني ريحتو بنتو بناب هذك زيت زيتون ما عندي ما نقول لك وبالنسبة لطاجين تعالى الحلوي اخي كان خفيف ضريف شتو كيفاش سهل سورتو الناس اللي حبو يديرو كميات اقلها النسبة لالحم بلاعسل يعني سهل ما هل هكذا باش تفرحوا العيلة بتاعكم وهنا اخوكم دحمان وسماء بغلو يقول لكم غير بقوا على خير وتهلوا في روحتكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام